اشتركوا في القناة القياد السياسية قدمت دعم ونهضة غير مسبوقة لقطاع الزراعة وكان ذلك يمكن حضراتكم لمستو هذا الدعم والتوجه نحو تدعيم قطاع الزراعة ظهر خلال جائحة كورونا خلال الازمة الحالية ازمة روسيا واوكرانيا ليه بقى؟ لان العالم كله يمكن حضراتكم لمستو ان بعد جائحة كورونا يمكن قطاع الزراعة اصبح من القطاعات المهمة على مستوى العالم قطاع مارن قطاع قادر على تحمل الصدمات ايضا العالم كله اصبح بيهتم بقطاع الزراعة لانه اصبح هو القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب اصبح التعزيز المسؤول عن تعزيز الامن الغذائي واللي اصبح جزء من الامن القومي للدول ايضا قطاع تشابكي هذا القطاع النمو في هذا القطاع يؤدي الى نمو في قطاعات اخرى سواء مرتبطة بالصناعة او الاحتياط الاجنابي او العمالة قطاعات التجارة الداخلية والخارجية موضوع تشابك وبالتالي النمو فيه ايضا هذا القطاع مسؤول عن او بيعتبر الية مهمة لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية لان هذا القطاع مرتبط بقطاع عريض من يعني اخواننا الفلاحين والمزارعين اللي منتشرين في الريف وبالتالي مسألة التنمية الاحتوائية والتنمية المتوازنة هذا القطاع هو المسؤول عنه ايضا قطاع الزراعة قطاع يعني مساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحل الاجمالي يعني عندنا حوالي 15% من الناتج المحل الاجمالي قطاع الزراعة بيساهم فيه قطاع بيستوعب 25% من العمالة اللي موجودة في مطر قطاع ايضا معظم الانتاج بتاعه مادة خام لكثير من الصناعات ايضا بيساهم بنسبة ملموسة في الصدرات السلعية المصرية يمكن تجاوزت 17% واصبحت الصدرات الزراعية المصرية يمكن حضراتكم لمستوا ان لها دور كبير واصبح لنا اسم في العالم ومنصدر لجميع الدول اكثر من 350 منتج زراعي وبالتالي ان قطاع الزراعة هو في بقرة اهتمام القيادة السياسية ويمكن الدولة المصرية يمكن اهتمامها بمسألة الامن الغذائي وتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم وغذاء امن وصح ومستدام كان الهدف من هذا الامر يمكن القيادة السياسية تبنت مجموعة من المشروعات اللي اللي بتدعم قطاع الزراعة وبتقلل الفجوة وبتقلل فجوة الاستراض وبتعظم الاكتفاء الزاتي اهم حاجة من هذه المحاور هو محور التوسع الافقي يمكن حضراتكم شفتوا المشروعات الكبيرة اللي بتبنتها الدولة المصرية في مسألة زيادة مساحة الرقع الزراعية مشروع يمكن شفتوا مشروع اطلاق مشروع الدلتة الجديدة العملاق مشروع تنمية توشكا وجنوب الوادي ان شاء الله قريبا تنمية شمال ووسط سيناء مشروعات المينيا وغرب المينيا وجنوب الوادي مشروعات الوادي الجديد كلها مشروعات الريف المصري واحد ونصف مليون فدان يعني الدولة دخل في مشروعاتها على التوازي بتستهدف زيادة الرقع الزراعية لتعويض ما تم تأكله من الارض القديمة احنا يمكن لو تسمحوا لي ان انا اقول ان مش دول كتيرة في العالم بتلجأ الى استصلاح السحراء العالم كله لو حضراتكم تابعته الاخبار بتجدوا يفقد كثير ملايين الهيكترات سنويا بسبب التصحر بسبب الجفاف بسبب التغيرات المناخية على الاكس بقى الدولة المصرية بتستصلح السحراء وبتعيد احياء السحراء رغم ان ده بيكلف الدولة المصرية كثير من المليارات ولكن في اطار ايمانها ودعمها والحكومة وتوجيهات القديمة السياسية ان ندعو ملف الامن الغذائي يمكن كمان من بخلاف مشروع التوسع الافقي وهنتكلم فيه بالتفصيل لو الوقت يعني اتيح ايضا كان هناك مجموعة من القرارات الاستباقية زي مثلا احنا عندنا تحديات في القطاع الزراع اهم تحديات في القطاع الزراع يمكن حضراتكم شفتم محدودية الارض الزراعية والتآكل والتعديات على الارض الزراعية وبالتالي الدولة بتحاول تجد يعني محور التوسع الافقي ان احنا نزود ونستصلح السحراء رغم المحدودية الموارد عشان نقدر نعوض هذا ونقدر نلبي احتياجات الشعب المصر ايضا محدودية المياه يمكن حصتنا من المياه موجودة من ايام ما كنا اتنين مليون مواطن وايام ما كنا اتنين مليون فدان احنا دلوقتي بنزيد عن الميت مليون واصبحنا بنتحدث عن تسعة وسبعة من عشر مليون فدان كأرض زراعية ولكن مساحة محصولية حوالي تسعة سبعتاشر ونسي مليون فدان نتيجة ايه تنوع يعني احنا الحمد لله ربنا بيميز الدولة المصرية تعدد وتنوع العروات وايضا اثر التكسيف المحصولي بتصل المساحة المحصولية حوالي سبعتاشر ونسي مليون فدان كانت الدولة المصرية واخدة عشان تعالج هذا الامر ان احنا نجد مصادر بديلة لتعويض برضو احتياجاتنا للمياه بعيدا عن موضوع سد نهضة ولكن احنا مع زيادة الارض الزراعية ومع زيادة الاحتياجات ومع التغيرات المناخية اصبح لدينا احتياج وبالتالي كانت الدولة المصرية سباقة في مسألة معالجة مياه الصرف الزراع يمكن احنا انشأنا محطتين محطة المحسامة اللي خدت افضل مشروع في العالم في 2019 وايضا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اللي خدت اكبر مشروع في العالم ودي كانت بتعمل خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب يومي وان شاء الله قريبا سوف يتم افتتاح محطة الحمام اللي هي تغزي مشروع الدلتا الجديدة وبالتالي نجد في هذا الامر ان الدولة بتاخد اجراءات استباقية لتعدد مصادر والتغلب على التحديات اللي بتواجه الزراع واتخاذ اجراءات وضخ استثمارات في القطاع الزراعي اللي ادى الى ان احنا والشراقة مع القطاع الخاص يمكن حضراتكم تابعتوا اللقاء في خمسة سيد رئيس في مشروع افتتاح مستقبل مصر في اللي هو باكورة الدلتا الجديدة شراقة جيدة ونموذة جيدة للشراقة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص وده توجه الحكومة ويمكن دولة الرئيس اعلم في الفترة الماضية وصيقة ملكية الدولة المصرية وان احنا نحاول نتوسع في دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشروعات واحنا يمكن في قطاع الزراع عندنا مجالات كتيرة للتوسع في الاستثمار الزراعي والشراقة القطاع الخاصة سواء في مسألة الاراضي الزراعية والمشروعات القويمية الموجودة عندنا او في مشروعات الانتاج الحيواني وما يرتبط بها او المشروعات السروة الداجينة او مشروعات السروة السماكية يمكن احنا كمان عندنا مشروعات كتيرة واراضي كديرة أطلقناها على المواقع للاستثمار الدجيني يمكن حضراتكم تشوفوا على الشاشة رأي المؤسسات الدولية في قطاع الزراعة يمكن كثير من المؤسسات العالمية وبتقول السندوق النقد الدولي الدولة استثمرت في قطاع الزراعي البنك الدولي بيقول يعتبر قطاع الزراعي قطاع حيوي قطاع الزراع من أكبر قطاع لفرص العمل وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها ده رأي المؤسسات الدولية في النهضة لشمل قطاع الزراع في الفترة الماضية كل هذه الإجراءات والتوسع في المشروعات وتبني مشروعات قومية وبرضو كان من ضمن الحاجات اللي دعم لي قطاع الزراعة المشروعات القومية سواء المشروع الشبكة القومية للطرق مشروعات الطاقة كل دي متواصلة بعدها كيف لك أن تتمكن في قطاع الزراعة أن أنت تستصلح أرض وتنتج وتصدر وتصنيع واهتمام أيضا بالتوسع في التصنيع الزراعي في المرحلة القادمة إن شاء الله كل الحاجات دي بتحتاج بنية تحتية كبيرة سواء المصادر المية المصادر البديلة سواء أن أنت يبقى عندك طرق سواء أن أنت يبقى عندك طاقة سواء أن يبقى عندك كل الحاجات دي عشان تقدر تعظم المشروعات التوسع القفق برضو الهدف منها أن أنت بتخلق يعني مصار جديد لأن أنت تخفف التجدس في المحافظات الدولة المصرية من ضمن ما يزهر في المشروعات برضو أنها بتلجأ إلى التنمية الاحتوائية لو حضراتكم شفتم يعني مواقع المشروعات اللي الدولة بتختارها سواء في سينة سواء في الوادي الجديد سواء في تشكا سواء في الشارع العوينات نلاقيها منتشرة في كل محافظات الجمهورية وبالتالي هذا الإجراء بيأكد أن الدولة بتعمل تنمية احتوائية تنمية احتوائية يعني ايه يعني بتشمل كل المناطق الغروفية بتشمل كل فئات المجتمع وكل فئات السكان وده النهج اللي خدته الدولة المصرية في هذا الامر وبالتالي مشروعات توسع الوفك مشروعات تحسين التوسع الرأسي يمكن حضراتكم لمستم مدى تحسن للأصناف والسلالات اللي الدولة المصرية ومراكز البحوث بخادتها في رفع معدل الانتاجية وده محور آخر بنشتغل عليه ونقدم فيه خدمات للمزارع والتوسع في الميكان الزراعية والابتكار الزراع يمكن من ضمن التحديات اللي بتواجهنا بخلاف محدودية المياه عندنا برضو من ضمن الحاجات الزيادة السكانية مهما تحقق معدل نمو في القطاعات الاقتصادية لابد ان احنا نرعي اثر الزيادة السكانية ويمكن حضراتكم عارفين ان عشان المواطن يلمس اثر النمو الاقتصادي في اي قطاع لابد ان يكون على الاقل معدل النمو الاقتصادي يعادل ثلاث اضعاف معدل الزيادة السكانية وبالتالي انت لك ان تتحدث عن موارد محدودة كانت قائمة ايام ما كنت اثنين مليون مواطن او اربعة مليون مواطن هي نفس الموارد دلوقتي انت بتتحدث عن مئة مليون يعني لو ضربنا بالامثلة كان عندنا في فترة من الفترات نصيب الفرض في الرقع الزراعية اكثر من فدان او فدانين في بعض الفترات حاليا لا يعادل اثنين ارات وبالتالي البقاء اصبح ضغط على الموارد ومن هذا المنطلق يمكن برضو بعد حضراتكم احيانا يتحدث عن مسألة الاكتفاء الزاتي وبالتالي هنا نقول ايه عندنا مبدأ اقتصادي بيقول عندما تكون الموارد محدودة لابد ان يكون هناك كفاءة في التخصيص وبالتالي الدولة المصرية عندما تلجأ الى كفاءة تخصيص الموارد سواء الارض او المياه والخلافه وبالتالي بنلجأ الى تخصيص الموارد بما يحقق تعظيم كفاءة الاستخدام وكفاءة العائد الاقتصادي من وحدة الارض والمياه وبالتالي بنلجأ الى هذه الموضوعات عشان نعظم الناتج ويمكن بنحدد التركيب المحصولية ونحدد السياسة الزراعية على ضوء هذا الاساس احنا يمكن الحمد لله بفضل دعم القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وتوجهاته ومتابعته الدائمة لمشروع للقطاع الزراعي يمكن احنا الحمد لله اصبح لدينا اكتفاء ذاتي من عدد كبير من المحاصيل عندنا الخضر عندنا الفكهة عندنا الدواجن عندنا البيض عندنا الالبان كل عندنا الرز كل دي محاصيل حققنا منها فائد فائد وكمان بنصدر في محاصيل ايضا قرابت على الاكتفاء الذاتي زي المحاصيل السكرية اصبح برضو عندنا الاسماك يمكن المحاصيل السكرية ان شاء الله من اثر السكر مع التطور اللي احنا بنعمله برضو بتوجيه القيادة السياسية ان احنا نستنبط اسلوب جديد للزراعات اللي هو اسلوب الزراعة بالشتل وخلافه ان احنا ان شاء الله هننمو وتحسين الانتاجية في البنجر ان شاء الله احنا وصلنا حاليا الاكتفاء ذاتي من محاصيل السكر حوالي تسعين في المية الاسماك برضو اربنا الى تسعين في المية وبالتالي اصبحت الفاكوة عندنا متركزة في المحاصيل الاستراتيجية اللي هي زي الامح والدرة وبعض المحاصيل الزيتية وبالتالي مع التوسع في المشروعات اللي هو زيادة الرقع الزراعية ومع تحسين الاصناف واستنبط اصناف عالية الانتاجية ان شاء الله نقدي الى تخفيض الفجوة تدريجيا وبالتالي نحقق قدر كبير من تقليل الاستراد على الجانب الاخر برضو اللي انا يعني عايزة احيط حضراتكم بوه مسألة تنافسية الصدرات الزراعية المصرية يمكن حضراتكم شفتوا ان الصدرات الزراعية المصرية احنا حققنا الاول مرة في التاريخ خمسة وستة من عشرة مليون طن العام القادم بتلاتة مليار حوالي تلاتة مليار ومئة الف دولار ده صدرات زراعية طازجة بخلاف رقم يعادل هذا الرقم من خلال منتجات زراعية تصنعية واحنا بنستدف احنا عندنا بنصدر اكثر من تلتمية وخمسين منتج زراعي عندنا اكثر من مية وخمسين سوق احنا احتلينا رقم متميز في بعض السلع بعض المنتجات بتاعتنا زي ما شوفنا الموالح احنا احتلينا المستوى الاول على مستوى العالم للسنة التالتة على التوالي تفوقنا على اسبانيا اللي كانت متربعة على عرش هذا المركز لفترة طويلة من الزمن احنا رقم واحد في مجال الفراولة المجمدة لنا ارقام متميزة في تصدير البطاط في البطاطس في البصل في التوم عندنا المنتجات الزراعية المصرية ما عندناش دولة عليها قيود مع الدولة المصرية على اي منتج زراعي بالنسبة لنا الحمد لله برضو مع وجود ازمة جائحة كورونا يمكن حضراتكم شفتوا المنتجات الزراعية موجودة في كل الاماكن قدرة الدولة المصرية على توفير المنتج الغذائي وفي هذا المجال بنشكر اخوانا المزارعين والمنتجين الزراعييني على الجهد اللي بزلوه خلال الفترة اللي فاتت قدرنا نقدر نحافظ على توفير الغذاء الامن والصح وتدعيم الدولة لمسألة واتجاه الصحة النباتية والصحة الايوانية وسلامة الغذاء يمكن حضراتكم سمعتوا الاسبوع اللي فات رغم ما نمر به ظروف في مسألة الامح واحتياج الدولة المصرية الدولة المصرية رفضت شوحنة كانت واردة من الهند ليه لان احنا على الاصل الاول صحة المواطن المصري لابد ان احنا بنتابع كل الاجراءات فمسألة الصدرات المصرية وان احنا بننوع الشركاء التجاريين عشان يبقى عندنا اكثر من اه سوء نقدر نستورد او نصدر يمكن لو رجعنا الرقم الصدرات رغم ظروف جائحة كورونا احنا ارقامنا زادت لرقم غير مسبوك السنة اللي فاتت رغم ظروف الازمة الروسية الاوكرانية رقم الصدرات بتاعتنا ما قالتش يمكن ان شاء الله هتتتفوق مع نهاية هذا العام عن هذا العام ايضا الارقام بتاعتنا مشى دعم الدولة المصرية لكل محاور التنمية وكل محاور تنميع الصدرات كل دي اجراءات الدولة بتاخدها عشان نقدر نعمق مفهوم ايضا على مسألة تنويع الشركاء يمكن احنا عندنا اكثر من اثنين وعشرين منشأ في مسألة الصراط الامح عندنا موضوعات كتيرة جدا بنقدر نعوض هذا الامر بنقدر نتعاوض نزود الانتاجية في الانتاج المحلي اعتقد قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به سواء الزراعة النباتية او الانتاج الحيواني يمكن حضراتكم شفتم المشروع القوم اللي اطلقوا مشروع القوم للبتلو سيادة الرئيس اطلقوا ده بيدعم صغار المربيين وصغار المزارعين وصلت المبالغ المنصرفة منه وكلها بالمناسبة موجهة لصغار المربيين وصغار المزارعين وده بتستهدف حياة كريمة لان انت كونك ترفع من مستوى داخل المواطن وتدي له برامج تمولية مؤسرة انت في نفس الوقت بتقدم له حياة كريمة للمواطن احنا يمكن حجم اللي نضخ في هذا المشروع اكثر من سبعة مليار جنيه مولنا اكثر من ربعمية وستين الف راس اكتر من واحد واربعين الف مستفيد دي كلها كان لها اثر على برضو تحقيق قدر من السبات في اسعار اللحوم وخلافه اه فيه تطور وفيه تغير في اسعار اللحوم نتيجة الظروف العالمية اللي احنا فيها ارتفاع اسعار النولون الشح التأمين الاسعار العالمية كل دي اسعار لكن الدولة المصرية بتتبع دائما سياسة ان احنا بنمتص وبنتحمل جانب من ارتفاع الاسعار لكن هناك جانب لابد برضو ان المجتمع يسايم معنا فيها عشان نقدر نتحمل كل الدول في دول كتيرة جدا فضرت كثير من القيود على بيع بعض المنتجات واستحواز عليها احنا الدولة المصرية لم تقم بهذا الامر كل السلع متوفرة في كل المحلات والسوبر ماركت كل حاجة متاحة اعتقد دي جهود كبيرة خديتها الدولة المصرية في هذا الامر واعتقد دي نتائج يعني مشجعة ويمكن احنا عندنا بس الاخر ان احنا عندنا من التحديات الاخيرة التغيرات المناخية التغيرات المناخية لا تأثير على قطاع الزراعة لكن احنا كدولة مصرية بنقول دائما بناخد اجراءات استباقية من خلال استنباط اصناف تتعامل مع التغيرات المناخية ايضا من خلال ان احنا بنشتخدم الابتقار الزراعي ان احنا بنعيد النظر في خريطة الزراعة خريطة الصنفية خريطة التربة عندنا حاجات كتيرة جدا بنشتغل عليها في هذا الامر عندنا بعض المبادرات والمشروعات ان شاء الله في ضوء استضافة مصر للكوب توينت سيفن عندنا برامج ومشروعات كلها مرتبطة بكيفية تكيف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية وبالتالي نقدر ما يتأثرش المربي والمزارع وما تتأثرش مسألة الأمن الغذائي في الدولة المصرية اعتقد عندنا برامج كتير موجهة لصغار مزارعين زي تحسين السلالات اللي اشار اليه فخامة السيد الرئيس في مسألة كذا فعلنا لأول مرة الزراعات التعقدية في الدولة المصرية رغم ان القانون صدر من فترة لكن الحمد لله يمكن حضراتكم شفته مسألة الامح واطلاق الزراع السعر بتاعه قبل بداية الموسم عندنا المحاصيل السكرية بنطبع عليها الزراعات التعقدية لأول مرة بنطلق الزراع التعقدية في مسألة الدورة السفرة وعملنا اجتماعات مع الاتحاد الدواجن وبعض اصحاب المصانع العلاف وقدمنا سعر ضمان عشان يبقى مشجع والفلاح يحسب اقتصاديات هذا المشروع قبل ما يزرع عندنا حاصلات زيتية اخرى زي فول الصوية وعباد الشمس بنفس بوص الزراعات التعقدية عندنا محاور كتيرة مرتبطة بتنمية السروة الحيوانية عندنا السروة الداجنة يمكن لأول مرة من 2006 الدولة المصرية تنجح في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان الاو اي اي على اعتماد حوالي 40 منشأة خالية من انفلوانزا الطيور في انشطة متعددة مرتبطة بالدواجن وبالتالي التسويقية بنقدم يعني فرصة لتدعيم اصحاب هذي المشروعات لان هذا القطاع قطاع واحد سواء بحق اقتفاء ذاتي لكن احنا في ظل التوجه باعتبار ان مصر بتتميز هذا القطاع احنا بندلهم فرص تسويقية في مجال القطاع السمكي يمكن محققين ارقام يمكن احنا نعتبر الدولة الاولى على مستوى افريقيا في مجال استصراع السمكي يمكن بنعتبر الدولة رقم ثلاثة على مستوى العالم في انتاج البلطي يمكن نعتبر السادس على مستوى العالم في الستزراء السمكي الدولة المصرية واخد مسألة الامن الغذائي ده مسألة يعني مهمة جدا بنستخدم التحول الرقمي عندنا مشروعات حياة كريمة تطوير مراكز تجميع الالبان المشروع تحسين السلالات القافل البيطرية والتأمين على الماشية وضمان استدامة المشروعات لإخواننا المربيين والمزارعين زيادة الحقول الإرشادية وتدعيم الإرشاد الزراعي سواء الحقلي أو الرقمي وإدخال المفلحين والمنتجين الزراعيين ضمن المربضرات الميسرة من خلال الجهاز المصرفي أعتقد دي كلها موضوعات يعني بتؤكد أن الدولة المصرية والقياة السياسية قطاع الزراعة أصبح من القطاعات اللي حصل على دعم غير مسبوك خلال ثمان سنين ويمكن حضراتكم شايفين المشروعات كل ما بيعدش شهر إلا ما يبقى فيه افتتاح أو اطلاق لمبادرة مرتبطة بالقطاع الزراعي فأنا يعني مش عايزة أطول حضراتكم ويعني أخذ الوقت كله لكن بشكر حضراتكم مرة أخرى وبرضو هسمع الاستفسارات حضراتكم يعني